بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الجزء من الفيديو بنا نحكي أنا وياكم على الفاتي اسد كتابوليزم بعد ما حكينا علىلبد دايجيسشن حكينا طبعا ترجليسريت بسر الو دايجيسشن أعطاني الإجليسرول والفاتي اسد لأhgurucal分 Medicare ففي فيديو سابق وه 𝘱لaa بنانحكي على الفاتي اسد ميتابوليزم الفاتي اسد ميتابوليزم يسموه احيانا بيتا اوكسيديشن أو بيتا اوكسيديشن أوفاتي أسد طبعا العملية هاي جدا مهمة جدا رائعة لتكسير الفاتي أسد قبل ما أحكي على البيتا اوكسيديشن بدي أحكي بس على شغلة صغيرة فينا اشي مسمي الفا اوكسيديشن أوفاتي أسد الالفا اوكسيديشن طبعا هي بتصير في اكتر من مكان في الجسم تمام مش بس مش زي البيتا اوكسيديشن بس بتصير داخل الميتوكنديريا بينما الالفا اوكسيديشن بتصير بين أكتر من مكان في الجسم لأنهم جابوا يا جماعة عليها سؤال بالشامل هالنقطة النقطة التانية انه الالفا اوكسيديشن هو بيصير للفاتي أسد اللي بيكون على الكربون الترفي تبعته CH3 اللي بيكون على الكربونة تاعته CH3 وCH3 يعني بيكون عليه مثل جروب بيكون عليه مثل جروب نحتاج إحنا قبل ما نخضع البيتا اوكسيديشن انه يفوت بالالفا اوكسيديشن مشان يتخلص من هذه الميثيلي جروب بتخلص منها على شكل CO2 وبعدين من دخله في البيتا اوكسيديشن بعدين من دخله في البيتا اوكسيديشن طيب نرجع للموضوعنا الأساسي اللي هو البيتا اوكسيديشن اللي حكينا ما بتصير في داخل الميتوكنديري اولا في احنا عنا خلنا نحكي 3 ستيبس تمام بتمر فيها عملية الفاتي اسد او الفاتي اسد اولا او اول اشي اللي هنجيب هالفاتي اسد اللي بدنا نكسرو وبنربطه مع الفاتي اسمام اسل متوكنديريا المبرن يعني على الغشاء الخارجي بعدهاك نكتشف احنا انسل المهم yer كبير فما بقدر يفوت إلى داخل الميتوكندرية طب شو الحل؟ الحل اني أنا أقيم أو أحول الأسل كو اي لكرياتين كو اي أحول الأسل كو اي لكرياتين كو اي فقط بوقت بسيط جدا جدا حتى يقدر انه يفوت عبر أخشية الميتوكندرية إلى داخل الميتوكندرية وبعدين برجعه لأسل كو اي بعدين برجعه لأسل كو اي طيب غير هيك طيب دخلنا إلى داخل الميتوكندرية ورجعنا تحولنا من كرياتين كو اي لأسل كو اي ايش رح يصير عندي رح يصير في عندي المرحلة الثالثة جماعة رح تظلها تتكرر المرحلة الثالثة رح تتكرر على شكل سايكلز أو على شكل لفات حسب عدد الكربونات اللي موجودة عند هذا الفاتي أسل اللي بديك تستوعبه انه بالأخير الناتج النهائي الفاينال برودكت لتكسير البيتا اوكسيدياشن الفاتي أسد انه يعطيني أسد الكو اي يعطيني مش أسل أسل هذا الفاتي أسد اللي كبير لما ربطناه بالكو اي يعطيني أسد الكو اي الأسد الكو اي هو أصغر فاتي أسد معروف تمام بيكون متكون من كربونتين فقط بيكون متكون من كربونتين فقط يعني انا لو بلشت بفاتي اسد مثلا عدد كربونات وعشرة لازم يتحولوا هدول العشر كربونات الى اسد الكو اي طبعا ايش اللي بصير عندك في كل سايكل من المرحلة التالية هلأ نفهم المرحلة الاولى والمرحلة التانية بصيروا مرة مرة شو هي اول مرحلة اول استيج اول استيج فقط انه انا بربط الفاتي اسد بكو اي و بسمني اسل كو اي شو هي المرحلة التانية اني انا مش عارف افوت الى داخل متوكنديريا فبحول الاسل كو اي الى كرياتين كو اي بعدين برجعه لما بفوت جوات الموتوكنديريا برجع لاسل كو اي بنيجي للمرحلة التالتة تمام اللي هي رح تضلها اشمالها تتكرر حسب عدد كربونات الفاتي اسد كيف يا دكتورة حسب عدد كربونات الفاتي اسد انا بالاخير بدي احول هذا الاسل كو اي لاسل كو اي تمام اللي رح يصير مثلا انا دخلت بعشر كربونات تمام بعد اول لفة رح يصير في عندي رح يطلع عندي ينتج عندي حبة اسد الكو اي و رح يصير هون عدد الكربونات قداش تمانية برود ادخل التمانية في نفس السايكل هاي كمان مرة شو بسير عندي بنتج كمان حبة اسد الكو اي و بصير عندنا عدد الفاتي اسد كم كربونات ستة برود ادخل ثالث مرة تمام بنتج عندي كمان حبة اسد الكو اي اطرح ستة ناقص اثنين اربعة فبنتج عندي كمان حبة اسد الكو اي و بضل عندي هون فاتي اسد باربع كربونات تمام برود ادخله كمان مرة رابعة في داخل نفس السايكل فبيعطيني اسد الكو اي و اسد الكو اي و هون طبعا يا جماعة بنهي شغلي او بتنتهي المرحلة التالتة بعد ما كل الفاتي اسد يتحول لاسد الكو اي بعد ما كل الفاتي اسد يتحول لاسد الكو اي طبعا هو بيضل في كل مرحلة يعطيك اسد الكو اي أول لفة سوف أعطيني كربونتين على شكل أسد الكوئي و سوف يضل عندك أربع كربونات ثاني لفة سوف تكسر أسد الكوئي لا نستطيع أن نكسر لأشياء أصغر من هذه المرحلة دعنا نتحدث عن هذه المرحلة الثالثة ماذا المراحل التي تمر فيها؟ هي بدورها تمر بأربع خطوة المرحلة الثالثة تمر بفور ستيب الستيب الأولى أننا لدينا الاسل كوئي يتحول لترانس اينول كوئي بعدها الترانس اينول كوئي بوجود الماء يعطيني هيدروكسي أسل كوئي بعدها الهيدروكسي أسل كوئي في الستيب الرابعة يعطيني كيتو أسل كوئي طبعا بدك تفهم شغلة معينة كل لفة سوف ينتج فيها حبة فا دي اتش حبة زي ما انت شايف نا دي اتش حبة نا دي اتش وحبة فا دي اتش فهي مهمة جدا لأنه هلا بس نشوف قدرش يساب الطاقة تمام بدنا ننتبه لهذه التفاصيل بدنا ننتبه لهذه التفاصيل على كل الأحوال في عنا هون أولا بس هو مفرق لك بين بحكي لك انه في فرق بين الاسل كوئي والاسل كوئي الاسل كوئي الاسل كوئي الاسل كوئي اللي هو مكون عندي من كربونتين الاسل كوئي هذا قد يكون هاي ار يعني قد يكون مكونا 16 12 14 الى اخيره من الكربونات طيب دكتورا انت لاش عم تحكي كله اعداد زوجية اه لانه الاد فاتي اسد او الفاتي اسد اللي اه يعني بنتهي او اللي عدد كربوناتها فردي رح نحكي عنها كمان شوي هلا انا رح اعطيك القوانين نحسب قديش عدد السايكلز تمام لا الفاتي اسد لعدد كربوناتها زوجية تمام قديش عدد اللايف سايكلز عدد السايكلز اللي بتمور فيها قديش عدد الاسد الكوئي اللي بتنتج عندي و كمان قديش الاتي بي اللي بنتج عندي من هذا الفاتي اسد كامل ركز معي انا المثال اللي عندي لو انه بحكي لك عندك اوكسيديشن اوف سكستين كاربون او بالتاميك اسد البالتاميك اسد معروف انه عدد كربونات و ايش ستة لو انا اجيت بدي اعماله بيتا اوكسيديشن لهذا الفاتي اسد بدي اكسره كم اول اشي كم لف رح احتاج رح احتاج سبع لفات كيف بدي اعرف يا دكتورة طيب انا احسب عدد اللفات طلع كيف ان القانون ما اسهله نمبر اوف سايكل يساوي نمبر اوف سادي اسد كاربون على ايه ناقص تنين على تنين يعاني انا رح اجي احكي كالاتي رح اجي احكي ستاش تمام ناقص تنين حلو على تينين والاولوية لداخل القص ستاش ناقص تينين يساوي اربعطاش اربعطاش على تينين يساوي سبع سايكل هذا قانون حساب ايش؟ قانون حساب السايكل طيب يا دكتورة طب وشو بالنسبة لعدد الأسيت الكوئي؟ number of cycle على number of carbon على فكرة أنا أسف number of carbon يريد كليتنا نضبط الغلط الإملائي عدد الأسيت الكوئي يساوي number of carbon على ثنين يعني إيش عندنا؟ يعني إحنا قداش كم كربوني عندنا؟ عندنا 16 كربوني تمام؟ على ثنينو يساوي 8 أسيت الكوئي يعني بنتج عندي من تكسير البلتمك أسيد قدياش 8 من الأسيت الكوئي طيب خلينا نشوف الإشي الأكتر أو الإشي اللي بده تركيز لهو عدد الأي تي بي ركز معي ركز معي ركز معي أولا إحنا نتج علنا إحنا نتج علنا إحنا نتج علنا شو؟ إحنا أول إشي إحنا كم لفة علنا؟ حكينا 7 مضبوط كم لفة علنا؟ 7 طيب 7 لفات تمام؟ كل لفة هيعطيك عنا 7 NADH 7 FADH 7 NADH 7 FADH هيا كل بيتا اوكتديشن سايكل رح تعطيك 1 FADH 1 NADH و 1 أسيت الكوئي تمام؟ إلا آخر لفة طبعا رح تعطيك 200 أسيت الكوئي هلا ركزي على الأشياء اللي بتعطيني ATP أنا في عندي 1 FADH 1 NADH طب انت كم سايكل عندك؟ عندك 7 سايكل مضبوط كم سايكل عندك؟ عندك 7 سايكل عندك 7 سايكل طيب لما يكون أنا عندي 7 سايكل ماشي الحال يعني عندي 7 FADH 7 NADH عندي 7 FADH وعندي 7 NADH طيب بقى كل حبة أسيت الكوئي رح تفوت على كريبس رح تعطيني 12 ATP لأنه معروف إنه كل حبة أسيت الكوئي تعطيني 12 ATP في كريبس طيب أنا عندي 8 حبات معناتها 8 ضرب معناتها 8 ضرب 12 حيها 8 ضرب 12 8 ضرب 12 طيب بعدين احنا عنا 7 NADH و7 FADH معناته صفة 8 أسيتل تمام ضرب 12 حلو وعنا 7 NADH كل واحدة بتترجم لثلاتة 7 FADH كل واحدة بتترجم لثلاتة بطلع عندك التوتال 131 ومعروف إنه خلال البيتا اوكسيديشن كامل إحنا مستهلك 2 ATP فمعناتها 131 ناقص إنه يساوي 129 ATP 129 ATP ضبط هون هاي الغلطة إنه كل لفة بتعطيك 12 ATP تبيع كل الأحوال حتى تكون الصورة عندك أوضح رح نحل أنا وإياكم هذا المثال الثاني اللي على هاي الورقة ركزوا معي عندي فاتي أسيد عدد كربوناتو 20 كربوني طيب أول شي ممكن تنسئل عنه هاو مني سايكل نيد تو بريك داون تمام ده ديس فاتي أسيد شو نيجي منحكي نحكي نحكي ننبر أوف سايكل شو يساوي ننبر أوف كربون ناقص 2 على 2 يعني 20 ناقص 2 على 2 18 على 2 ويساوي 9 سايكل طيب كيف تنتج سايكل حتى كربون على 2 أي شوÉ كينا ب ¿が عدد الكربوناتو 20 على 2 ويساوي 10 ويساوي 10 قد اмотря انك evsf 20 على 2 معaji ناقص 2 على 2 قديم من خسار جسولization ننبر أوف كربون على 2 valusf 20 على 2 ويساوي 10 اسيدالكو A طيب دعونا نحسب قديش عدد الاتبي احنا اتفقنا انه كل حبة اسيت الكو اي رح يطلع منها بكريبس 3 in ADH 1 in ADH 1 in ADH 1 in GTP يعني معروف انه كل واحد اسيت الكو اي تمام على طول 12 الاتبي على طول 12 الاتبي طب انا عندي عشرة عشرة يعني شو يعني عندنا 120 الاتبي يعني عندنا 120 الاتبي طبعا هون بس لانه هون فصل لك يعني فصل لك انه في كل واحد من كريبس او في كل لفة كريبس رح ينتج عندي 3 in ADH تمام 1 in ADH 1 in GTP وما انه انا عندي 10 لفات فعشرة في 3 زائد 1 في 10 زائد 10 in GTP فبطلع كل التوتل عندك 120 يعني ما انت بضلك ع القاعدة اللي انت حفظها انه كل واحد اسيت الكو اي بدي فوت على كريبس بدي يعطينا 12 الاتبي فانا عندي 10 اسيت الكو اي معناته 120 الاتبي معناته 120 الاتبي طيب بدك اش تنسى انه انت عندك كم لفة لفنا احنا لفنا 9 لفات طيب في كل لفة هنتج عندك NADH يعني 9 NADH وفي كل لفة انتج عندك FADH يعني 9 FADH هذه بتترجم لثلاثة هذه بتترجم لثلاثة هذه بتترجم لثلاثين فصفة عندي هون 27 صفة عندي هون 18 هلا ايش رح يستير عندي دك تحط 120 زائد 27 زائد 18 بطلع عندي 165 اي تي بي نقص منها تنين فبطلع عندك 163 اي تي بي بطلع عندك 163 اي تي بي هاي يا جماعة كانت يعني كان كيف احنا من حل وبتقدر انت تعوض في اي مثال بدكية في عنا موضوع الأود فاتي أسد ايش هو الأود فاتي أسد اللي هو الفاتي أسد اللي عدد كربوناتو فردي هل في اختلافات في النواتج في نواتج التكسير نعم المرحلة الاولى نفسها المرحلة التانية نفسها نستيج ونستيجتو هدول لما مرح يتغيروا طيب نيجي على المرحلة التالتة اللي بيضل يسيب فيها ربيت او سايكل الفكرة بس انه الناتج النهائي انت هون عم تحكي عن عدد فردي يعين فرضا انا خليني ااخد ثاسد ب7 حبات في اول لفه راح احصل على اسل كو ايه تمام ورح يضل عندي خمس حبات في تاني لفه الخمس حبات هدوله او الخمس كربونات رح يسمينه لا... telephone رح يضل عندي ثلاث كربونات الرح يضل عندي ثلاث كربونات التلات كربونات هدول رح يطلعوا على شكل البربين الخو اي Cal اللي على طول رح يتحول لسكسين الكو اي اللي عطور رح يتحول لسكسين الكو اي إذن مرة تانية وشغلة كثير مهمة في العود فاتي أسد الناتج النهائي لآخر لفة ما بيكون حبتين أسد الكو اي بيكون حبة أسد الكو اي عدد كربوناتها 2 زائد بروبونيل كو اي عدد كربوناتها 3 واللي هو مركب غير مستقر وبتحول مباشرة سكسين الكو اي وهذا إجا سؤال شامل هذا إجا سؤال شامل حط تحتي 20 خط إنه الناتج النهائي للآد فاتي أسد هو أسد الكو اي زائد سكسين الكو اي او بروبينيل كو اي تحول لسكسين الكو اي طيب هل بيختلف عنا عدد اللفات فيه أو قانون عدد اللفات فيه لآد فاتي أسد نعم القانون بيصير كالآتي النمبر اوف سايكل يساوي النمبر اوف فاتي أسد كاربون عدد الكربونات ناقص 2 على 2 ناقص نص يعني لو أجيت أنا أعطيك مثال صغير تمام لو أجيت هنا أعطيك بس هيك مثال صغير رح أحكي إنه فردا عندي فاتي أسد عدد كربوناتو 9 تمام كم سايكل بده يحتاج رح أحكي 9 ناقص 2 على 2 تمام كله ناقص نص 9 ناقص 2 يساوي 7 7 على 2 تطلع 3 ونص ناقص نص بطلع الناتج النهائي 3 سايكل 3 لفات 3 لفات طيب قديش عدد الأسد الكؤا كلر قديش عدد الأسد الكؤاغ ناقص 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 ناقاص ناقص 0 أنهeneeeeee eec اللهم صلى الله سيدنا محمد رح يصم رح يصمر رح يصر تعالي م logيك حبة اسد الكو اي وخمسة اسل اللي هو الفاتي اسد الكامل تاني لفة رح يطلع عندي هون 2 وهون 3 اللي هو اللي بروبلنا الكو اي اللي بتحول لسكسين الكو اي عدد اللفات هايو 7 ناقص 2 على 2 5 ناقص 2 طبعا ناقص نص تمام فبتصفي عندي كم سايكل طب لو سألتك انا قديش عدد الاتب اللي دينتج عندي انا في عندي كم اسد الكو اي نتج عندي كمان عندي 2 اسد الكو اي تمام كل واحد اسد الكو اي ب اللهم صلي على سيدنا محمد ب12 اي تي بي فهدولة تنتين يعني 24 اي تي بي زائد دكش تنسى انه عندك تنتين ان اي دي اتش وتنتين اف اي دي اتش معناتها انا عندي هون تنتين اسد الكو اي يعني 24 اي تي بي هاي هما دول على الجنب انا عندي طيب تنتين ان اي دي اتش وتنتين اي اي اتش طيب هادي تنتين في 3 ويسوي ستة وهذين اي الدين يسوي اربعة اول اشي قديش عدد اللفات اللي بحتاجها 15 ناقص 2 على 2 يعني ناقص طبعا ناقص نص 13 على 2 ستة ونص ناقص نص ويساوي 6 سايكل قديش عدد الاسيت الكو اي اللي بحتاجها عدد الاسيت الكو اي اللي بحتاجها هو 6 تمام طيب بناء على هذا الحكي طبعا عنا 6 اسيت الكو اي 6 في 12 ويساوي 72 اي تي بي طيب اذا تنسى انو احنا طل معا 6 سايكل يعني 6 in a d h 6 ve d h معناته هذو الكلام معناته هون هون عنا 72 اي تي بي عنا هون 6 في 3 تعمل 18 مرتش 6 في 12 معناتها التوتل رح يطلع عندي 72 زائد 18 زائد 12 هاي ايجت من ال ا 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 هاي اي جات من الاسيت الكو اي وهذه اجت من الاسد الكوائي رح يطلع عندي التوتال كليته 2 و 2 4 4 8 9 10 رح يطلع عندك 102 ناقص 2 و يساوي 100 ATP و يساوي 100 ATP و يساوي 100 ATP فضلت عندنا شغلة اخيرة في عندنا الانسات شرية الفاتي اسد اذا هم يكون فيهم روابط ثنائية او ثلاثية هادول يا دكتور لما يتكسروا هل رح يتكسروا مباشرة لا رح نحتاج ان نعمل لهم هايدروجينيشن او نعمل لهم هادراجة و نحولهم لدهون مشبعة وبعدين نكسرهم زي ما حكينا بالطريقة التقليدية هيك منكون خلصنا موضوع الفاتي اسد كتابلزان او البيتا اوكسيديشن